موسيقى مساء الخير سؤال المسرح الجزائري ما زال يبهرنا بكل جديد هذا المسرح الذي نشأ في ظلال الحركة الوطنية الجزائرية تشبع بقيمها ارتشف من صاف تطلعها إلى الحرية ما زال يدهشنا بما فعل أكابر الجزائريين في تارفنا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم يتطرق إلى هذا الموضوع يتحدث عن المسرح الجزائري وهو دراسات تطبيقية في الجذور التراثية وتطور المجتمع الكتاب بقلم دكتور أحسن ثلاني الذي نلتقيه في هذه الأمسية مساء الخير دكتور أحسن مساء النور لكل السيدات والسادة المشاهدين ترافقني في هذه الجلسة دكتور أحسن زميلتي الأديبة رشيدة خوازم مرحبا رشيدة مرحبا محمد مساء النور مرحبا بك دكتور مرحبا رشيدة دكتور أحسن ثلاني جئتنا اليوم بكتاب يدرس العلاقة بين نشأة المسرح الجزائري والتراث إذن كيف كانت البداية الأولى وما الذي استحث المسرح على أن يرتشف أو أن ينهل من هذا التراث في الحقيقة موضوع توظيف التراث في المسرح الجزائري هو إشكالية كبيرة جدا إشكالية كبيرة جدا بالنظر إلى شساعة التراث وأن التراث وكلمة بسيطة ولكن هو كل الماضي ماضي الأمة ماضيها التاريخي ماضيها الشعبي ماضيها في بعده الديني في شتى المجالات عندما نقول التراث هو كل ما مضى وهناك التراث المادي والتراث اللامادي ثم عندنا المسرح المسرح أيضا من الفنون المستحدة والحديثة في الوطن العربي وفي الجزائري أيضا أن تدرس هذا الموضوع وتقارب موضوع التراث في المسرح الجزائري فالمقاربة لا بد أن تكون شائكة ومحفوفة بكثير من الأسئلة وكثير من العمل لأن الكتاب هذا الكتاب الذي ألفته في الحقيقة لا يتحدث فقط عن علاقة المسرح الجزائري بالتراث في بداياته وإنما على امتداد مسيرة المسرح الجزائري إلى اليوم أنا تعرضت حتى إلى بعض العروض وبعض النصوص المسرحية التي كتبت مؤخرا على غيران مثلا مسرحية جوحة للذرع الشريف ومسرحية أكثر من ذلك دكتور تطرقت حتى إلى ما هي المسرح إلى التعريفات ولكننا تجاوزنا ذلك لماذا؟ لأننا نريد أن نصل مباشرة إلى توظيف التراث في المسرح توظيف التراث في المسرح هو أولا أولا نحن نعرف جميعا بأن بداية المسرح الجزائري كانت من رحم التراث يعني لولا أن المسرحيون الجزائريون توسلوا باستعمال التراث من خلال مسرحية جوحة لأعلاله ربما ما كان هذا الفن الأوروبي ما كان هذا الفن الأوروبي يستنبت في التربة الثقافية الجزائرية ولذلك لعب التراث دورا كبيرا أولا في استنبات المسرح جميل في حداته كفن أيضا توسل المسرحيون الجزائريون بتوظيف التراث من خلال من أجل التعبير عن مختلف القضايا التي عاشها المجتمع الجزائري وخاصة في الفترة الاستعمارية تم توظيف التاريخ تم توظيف التراث الشعبي تم توظيف البعد الديني وجدنا الكثير من المسرحيات تقنعت بالتراث وظفت التراث استعملت التراث كقناع من أجل تحقيق أهداف سياسية وأهداف اجتماعية وأهداف جمالية يعني يصعب حتى حصرها أو تحديدها فهي من الوساعة والشساعة بمكان إذن التراث في المسرح الجزائري أضيف شيء آخر هو أن المسرح هو أكثر الأشكال الفنية والأدبية حملا للتراث يعني أنت عندما تدرس الشعر الجزائري أو تدرس القصة الجزائرية أو الرواية الجزائرية أو غيرها من الفنون لا تجد أن التراث حاضر في هذه الفنون بقدر حضوره في مجال المسرح جميل وبالتالي فالمسرح يعني والتراث المسرح هو فن الناس والساحات والتراث هو فن الشعب وبالتالي كان هذا الانتزاج بين المسرح الجزائري والتراث الجزائري رشيدة أنت التي تحتفظين للتراث بمكانة راقية عندك تجدين اليوم أنه هو من استنبت المسرح في بلادنا شكرا لك محمد لهذه الإتاحة لكن في المسألة هناك مفارقة أيضا فسؤالي بالفعل الذي أريد أن أطرحه مرتبط بهذه النقطة فدكتور أنت قلت في المقدمة بأن التراث هو عناصر من الماضي التي ورثناها إذن هي شيء قديم وأن المسرح استعمل هذا التراث من أجل إبراز عناصر الهوية الهوية الجزائرية بأبعادها كلها العربية من غير ذلك ولكن سؤالي هو ألا يمكن أن نتعرف على هويتنا من خلال حياة العصر أيضا سؤال ثاني مرتبط بهذا السؤال إذا سمحت لي بما أن نحن بحاجة إلى أن نبرز نقاط المذيئة من تراثنا والمسرح نحن المسرح ليس من ضمن تقاليدنا الأصيلة المسرح بصيغته الغربية فلماذا أساسا لجأنا إلى المسرح بما أن هناك أيضا في سياق تراكماتنا الثقافية التراثية ما يعادل هذا المسرح وما كان بإمكانه أن يتضمن وأن يحتمل وأن يتحمل زخم التراث أكثر من المسرح بصيغته الغربية الحديثة الله أشكرك كثيرا على هذا السؤال فأنت تطرح هنا إشكالية كبيرة جدا أولا إشكالية الجدل القائم بين التراث كمادي والمسرح كفعل ثقافي آني وفي الحاضر وفي الحقيقة هذه القضية فنحن عندما نوظف التراث ونوظف هذا الماضي أنا قلت نوظف يعني نستحضر هذا الماضي لأنه يعبر عن الحاضر فالقضية ليست قضية استحضار ماضي من أجل الماضي وإنما أنا أستحضر الماضي من أجل تعميق الوعي بمعطيات هذا الحاضر لأن أصلا هذا الحاضر هو وليد هذا الماضي هذه نقطة يعني أي واحد يوظف التراث لا ينبغي أن يكون توظيف عبتي عندما التوظيف الناجح للتراث هو ذلك التوظيف الذي يحقق للمسرحية التي تنجز الآن يحقق لها علاقة بالواقع المعيش بالواقع الذي نعيشه وليس انتصار لهذا الماضي وهنا أشير إلى أن يعني توظيف التراث في الفن يزيد يمنح التراث قوة ويمنح الواقع أيضا قوة ويمنحه عمق لا ننسى قضية مهمة جدا وانت تتحدثين عن الهوية لا ينبغي أن ننسى خاصة في الفترة الاستعمارية أن الاستعمار الفرنسي سعى إلى اجتتات الهوية الجزائرية وبالتالي عمد المسرحيون الجزائريون إلى استرجاع هذه الهوية استرجاع التاريخ الجزائري مثلا وجدنا عبد الرحمن ماضاوي يؤلف مسرحية يوغورطة وجدنا أحمد توفيق المدني يؤلف مسرحية حنى بعل مثلا وهي تتناول التاريخ المغربي القديم وجدنا مثلا محمد العيد الخليفة يكتب مسرحية بلال بن رباح وهي توظف التاريخ الإسلامي ووجدنا الكثير من المسرحيات التي لجأت إلى توظيف هذا التاريخ أو توظيف هذا الترات لماذا؟ من أجل التعبير عن الواقع في النهاية عبد الرحمن صراع ما بين يوغورطة وما بين الرومان فهو في الحقيقة يطرح قضية صراع الجزائريين نعاء الاستعمار الفرنسي أنت قلت أيضا بأن المسرحي الناجح في هذا السياق هو الذي يجد حلقة الوصل تلك ما بين عناصر من التراث وما بين المشاكل الراهنة أيضا أنا صحيح محمد صحيح من الناس الذين ينتصرون للتراث صحيح ولكن ليست التراث كجسد حي لأن هناك مشكلة بالنسبة للمسرح التراث كجسد حي يجابه يكون له مفعول ويجابه ما هو مطروح من عولمة وليس كفولكلور مثل ما هو مطروح في السياق المسرحيات التي نراها في السياق الجزائري ما يقصد إليه الدكتور حسنة ليلاني هو التالي أنا تذكرت كلمة بغتين حينما نستحضر التراث حينما نستحضر التراث فإننا نبحث عن المثال عن المثال الأعلى لنقدمه نموذجا للمجتمع في إطار نظال يجب أن لا نضع من اعتبارنا أن المسرح الجزائري إنما ولد مناظلا في ظلال الحركة الوطنية إذن كلمة بغتين الجميلة أعتقد أن في ظلالها تحل كل المشاكل يقول لا يمكن أن نكون عظماء في وقتنا العظمة تقتضي أو تقدم للأجيال المقبلة التي تمثل بالنسبة لها